أنا أقول لهم أنتم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة تدعون كذباً أنكم على دين العترة الطاهرة ولا شأن لنا بكم لكننا حينما نتحدث عن دين العترة الطاهرة لماذا تقولون هذا دين الماسونيين حينئذ لابد أن ندافع عن أنفسنا ليس عن أنفسنا عن أجسادنا وعن منافعنا الشخصية لابد أن ندافع عن ديننا وهذا هو الذي يجري وكراراً ومراراً قلت لكم تركوني بحالي أترككم بحالكم وأعيدها عليكم الآن تركوني بحالي وأنا ما أريد منكم تعهدات لا أنا عندي المعلومات الكاملة عنكم أدري بيكم إذا فعلاً تردون تركوني بحالي أدري بيكم كل المعلومات تصلون ما أحتاج أن تتصلوا بي أو أن أتصل بكم تركوني بحالي أترككم بحالكم ما التركونني بحالي أنع الوالديكم ومن أقول التركونني بحالي أنا لا أتحدث عن شخصي أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة التركون دين آل محمد ما لكم شغلة به أنتم تدعون لأنفسكم الدعوة تركون الناس تختار الدين اللي تعتقد به إذا فعلتم هذا فأنا سأفعل هذا أيضا وأنا كلامي سيف ممثل كلامكم إذا أعطيتكم كلمة كل الذين يعرفونني عن قرب يعرفون أن كلمتي سيف خاطئ لن أتنازل عنها ولن أخالفها مهما كانت الظروف بشرط أن تفوا بكلامكم بكلامكم ليس الذي تقولونه لي وإنما الموقف الذي ستتخذونه أنا لا أريد منكم كلاما لأنني لا أثق بكم لكنني أتابع أخباركم وأعرف ماذا تريدون أن تفعل عردت ما عردت بين أيديكم من صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربهم على الشهادة الثالثة ولكن بأسلوب مقنع مثل ما يقول تقي المدرسي من أنه على المصلي أن لا يذكر الشهادة الثالثة وأن يصلي بصلاة رسول الله فهل هو يطبق أحكام الخمس التي كانت على زمان رسول الله لو من توصل القضية للفلوس والتلفلف يصير القضية بشكل آخر أنا لا أريد أن أنقش الموضوع أكثر من ذلك وإنما سأنقل الحديثة من المذهب الطوسي الضال النجس القذر الخرئ من مذهب السفاهة والسفهاء ومن مذهب السخافة والسخفاء ومن مذهب البتريين المرجعيين الحقراء أنقلكم إلى دين العترة الطاهرة كي أحدثكم عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة وبهذه النية لا بد أن نعرف من أن ذكرها واجب قطعي وهي سر الطهارة سر طهارة صلاتنا وسر قبولها وسر صحتها فلا يقال لها صلاة من دون الشهادة الثالثة سمها ضراطا خرآن نعالا سمها ما تريد أن تسميها لكنها ليست صلاة لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم كيف يكون حقيقة الصلاة وحقيقة الصيام ويكون ذكره مبطلا لهذه الصلاة أي هراء هذا وأي خراء هذا في حقولكم يا أيها المراجع الطوسيون القذرون الطفسون هكذا يصفكم رسول الله ويصفكم أمير المؤمنين من أنكم قذرون طفسون وسأقرأ الروايات عليكم لقد انتهى جزء طويل من الوقت وأنا أحدثكم عن قذارة أولئك الطوسيين البتريين المرجئيين لا جمعنا صاحب الأمر بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة البداية من هنا البداية من هنا من الآية السامعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر لماذا لأنه فسره بخلاف منهج بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين في أحاديث أهل البيت هناك تفسير للقرآن ببعض القرآن لكن ضمن منهجهم ضمن معارض كلامهم لا يختلط عليكم الأمر تقل المدرس محمد باقر الصاد محمد الشيراز محمد عسين فضل الله محمد حسين الطباء طباء في الميزان هؤلاء حينما يتحدثون عن تفسير القرآن بالقرآن بعيدا عن الأحاديث التفسيرية هم لأنفسهم يفسرون القرآن بالقرآن لا تلاحظون من أنه كان يعتمد على تلامذته في إتمام تفسيره يترك أحاديث أهل البيت ويبلور يبلور الأفكار كانت هناك عملية بلورة بلورة الأفكار من خلال تلامذته وما يوحي به إليه الشيطان يقسمه نصين حصة تموينية نص يخليه بالتفسير ونص يضم يحكي به للناس هذه تفسير علماءكم دينكم كل باي الطريقة دين أخرطي أخرطي من قاعة أعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الرسالة بكل توحيدها الرسالة بكل نبوتها الرسالة بكل قرآنها الرسالة بكل تفاريعها وخصائصها تساوي صفراً من دون بيعة الغدير قرآن هذا إنني أرغم أنهفكم بحقائق القرآن هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية في بيعة الغدير لا أحتاج لإثباتها من أنها في بيعة الغدير الذي لا يقول بأن الآية هذه ليست في بيعة الغدير إما يكون جاهلاً وعذره جهله وإما أن يكون عارفاً بأن الآية في بيعة الغدير لكنه لا يقبل ذلك عقله قلبه وجدانه يميل إلى ما تقوله تفاسير نواصب سقيفة بني ساعد أنا ما رح أقول له شيء بس أقول له سلم لي على الوالدة سلم لي هوايا عليها وإن لم تفعل ممكن تسألني ليش تريد تسلم على الوالدة لأن هو يا حباب واي حباب واي حباب واي حباب وطيبة خوش عدمية هاللي أنا سلمت عليه ما عندي نية سيئة فخلي سلم لي على الوالدة وإن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بكل ما فيها تساوي صفرا من دون بيعة علي إنه عبق علي يفوح من هنا إنه عطر تفسير علي يفوح من هنا هذا هو منهج التفسير معالمه بدت واضحة حينما بايعنا بيعة الغدير وقررنا أن نكون أوفياء لها وبها هنا هنا علي وهنا هنا ديننا ومن هنا مر قرآننا بحقائق تفسيره إنها أثنية علي إنها أحاديثهم التفسيرية العطرة التي ينكرها أهل طفسيون الحقراء من مراجعنا العظام لابد أن تقول العظام السرابي الذول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذن هذه حقيقة عقائدية حاكمة على كل العقائد ولاية علي العقيدة الحاكمة على كل العقائد شؤون الدين الأخرى فروع فروع أقرأ عليكم هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان لهاشم البحراني جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها أحاديث العترة الطاهرة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن هم الذين يقولون أنا ما ذهبت بكم إلى المسجد وحملت معي قلما وقرطاسا وقمت سربت هذا هو دين العترة نحن أصل كل بر هي هذه بيهة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نحن أصل كل بر وماذا بعد يا صادق العترة ومن فروعنا من فروعنا كل بر ومن البر من فروعنا التوحيد التوحيد من فروعهم من أراد الله بدأ بكم أنتم الأصل لأن التوحيد ما هو الله تذكروا هذه القضية دائما لأن الطوسيين هكذا يحون إليكم من أن التوحيد هو الله نحن لا علاقة لنا بالله لا نعرفه نحن نثبت وجوده لكننا لا نحده لا نعرفه هو فتح لنا بابا أين باب الله الذي منه يؤته أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الله جعل لنا وجه نتوجه إليه وفتح لنا بابا ندخل إلى الله منه وجعل لنا سببا متصلا فيما بيننا وبينه نتمسك به إنهم هم ولا يوجد غيرهم لا يوجد غيرهم محمد وآل محمد الصادق يقول نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر الذي هو من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ إلى آخر شؤون الدين التوحيد من فروعهم الصلاة من فروعهم فما في الأصل لا بد أن يكون في الفرع وإلا كيف يكون فرعا كيف يكون فرعا كل ما في الفرع هو يأتي من الأصل فكيف تكون الصلاة من فروعهم وتبطل بذكرهم مذهب طوسي هذا هو دينهم هذا هو دين العترة الكلام الذي ذكرته لكم إن كان عن السيستاني أو كان عن التق المدرس أو كان عن الذين ذكرتهم لكم قبل السيستاني محمد باقر الصدر والذين من بعده في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هذا كلام الطوسيين لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وهذا هو الذي أريد أن أفهمه لكم هناك المذهب الطوسي وهناك دين العترة الطاهرة دين العترة الطاهرة هو هذا نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة أكتفي بذكر التوحيد والصلاة لأن الحديثة عن التشهد الوسطي الذي يجتمل على التوحيد والنبوة التوحيد هنا فرع والنبوة هنا فرع هذه فروع بيئة الغدير هذا تطابق واضح بين منطق القرآن ومنطق حديثهم الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تؤسس لنا هذه الحقيقة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بتوحيدها وعظمته ونبوتها ونبوتها وجلالها وقرآنها وكرامته وبكل خصائصها وفضلها كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة علي فعلي هو أصل الأصول مثل ما قال له رسول الله يا علي يا علي أنت أصل الدين ثم قال له بعد ذلك وأشهد لك بهذا يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان هذا هو الذي يقوله صادقهم هذا هو المنهج الذي أحدثكم عنه لوحة متكاملة تتعانق الآيات مع الأحاديث مع الأدعية مع الزيارات إنه منهج المعاريض أئمتنا قالوا لنا لا تكون فقهاء لن تكون فقهاء حتى تعرف معارض كلامنا هذا هو منهج المعاريض أما منهج حوزة النجف إنه منهج الشوافع والمعتزلة منهج المذهب الطوسي أبضال للنجس الخرئ هذه عقيدتي فيه هم أحرار مثل ما يكفرونني ويريدون قتلي هم أحرار فيما يفعلون أنا حر أيضا فيما أعتقد أنا لا أريد ختلهم لا شأن لي بهم أنا أقول لهم أنتم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة تدعون كذباً أنكم على دين العترة الطاهرة ولا شأن لنا بكم لكننا حينما نتحدث عن دين العترة الطاهرة لماذا تقولون هذا دين الماسونيين حينئذ لابد أن ندافع عن أنفسنا ليس عن أنفسنا عن أجسادنا وعن منافعنا الشخصية لابد أن ندافع عن ديننا وهذا هو الذي يجري وكراراً ومراراً قلت لكم اتركوني بحالي أترككم بحالكم وأعيدها عليكم الآن اتركوني بحالي وأنا ما أريد منكم تعهدات لا أنا عندي المعلومات الكاملة عنكم أدري بيكم إذا فعلاً تردوني تركوني بحالي أدري بيكم كل المعلومات تصلون ما أحتاج أن تتصلوا بي أو أن أتصل بكم تركوني بحالي أترككم بحالكم ما تركوني بحالي أنعى الوالديكم أنعى الوالديكم ومن أقول تركوني بحالي أنا لا أتحدث عن شخصي أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة التركون دين آل محمد ما لكم شغلة بي أنتم تدعوني لأنفسكم ادعوه تركون الناس تختار الدين الذي تعتقد به إذا فعلتم هذا فأنا سأفعل هذا أيضاً وأنا كلامي سيف ممثل كلامكم إذا أعطيتكم كلمة كل الذين يعرفونني عن قرب يعرفون أن كلمتي سيف قاطع لن أتنازل عنها ولن أخالفها مهما كانت الظروف بشرط أن تفوا بكلامكم بكلامكم ليس الذي تقولونه لي وإنما الموقف الذي ستتخذونه أنا لا أريد منكم كلاماً لأنني لا أثق بكم لكنني أتابع أخباركم وأعرف ماذا تريدون أن تفعلوا أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام فهل هو معقول أن الصلاة من فروعهم وهم الأصل ذكرهم يكون مبطلاً للصلاة التي هي من فروعهم أي منطق هذا أي عراء هذا نذهب إلى فاصل إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الاتجاه نفسه الذي كان يتحدث عنه إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل أنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين حديث مفصل طويل عن إمامنا الرضا يبدأ في صفحة الثانية والعشرين بعد المائتين الإمام الرضا يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي هي الأس إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى سائر ما جاء في الرواية الشريفة بالإمام تمام الصلاة فكيف يكون ذكره سبباً في بطلانيا أي منطق هذا هذا دين العترة منطق أولئك المذهب الطوسي الضال الخرئ الوسخ النجس القذر السخيف منطق العترة هو هذا ينطبق تمام الانطباق مع آية الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أحاديثهم وقرآنهم منظومة واحدة متناسقة حقائق متسقة لوحة جلية بين والله هذا مرآة 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 هذا الذي أضعه بين أيديكم مرآة مرآة واضحة مرآة مجلوة نظيفة لامعة براقة هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم فماذا تريدون بعد ذلك؟ تريدون خراء مراجعكم فاذهبوا وكلوا من خرائهم أطعموا عقولكم وقلوبكم من خراء المرجعية الطوسية القذرة هذا هو الطعام الحلال الطاهر الطيب من فقه العترة الطاهرة من دين العترة الطاهرة إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمامه تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج وهو بالإمامة تمام الصلاة ما هو شرح للقاعدة التي بيّنها إمامنا الرضا في الحديث نفسه إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي فهي الأصل وهي الفرع مثل ما قال إمامنا الصادق من أن التوحيد من فروعهم من أن الصلاة من فروعهم بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام فكيف تكون الصلاة فاسدة باطلة بذكر الإمام هؤلاء يضحكون عليكم صدقوني وهؤلاء لا يفقهون دينهم وحينما يسمعون أحاديثي الواضحة هذه يقعون في حيرة فيما بينهم وبين أنفسهم ربما يجدون أعذارا يجدون تبريرات يصنعون رقعا لأتباعهم لتلاميذهم لكن فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون صدق مقالي ويعرفون أن حقيقة دين العترة هي هذه وهذا الذي يضرطون به من أفواههم إنه المذهب أهطوسي القذر لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة أمام الشيعة سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة هذه المضامين تأتي منسجمة مع الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم كل المضامين المتقدمة تلتقي هنا اليوم أكملت لكم دينكم ديننا بكله أكمل بولاية علي كيف صلاتنا التي هي فرع من فروع الدين فرع صغير تبطلوا بذكره أي منطق هذا ولكم عدكم عقول لو ما عدكم عقول بس منين تجيكم العقول مهم مسوينكم مطايا 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 مسوينكم مسوينكم مطايا أتحفوهم 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 بوثيقتهم الديخية ما عد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إلي قال توصل وإطمئنهم تركبهم يعني بش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة به واحد من الأعلام أتحفوهم أتحفوهم خمس سنو قال لي لذيستعجب مش جرهب ويلي تركب يعني قلاغة أغاميشيني كما تقول قلاغة أغاميشيني تشيني كما تقول لهم كان حركة صنو فقوش ديخ عربي فقوش ونص عباطل كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمو عربي قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ شو ما شو لا مو علم إجمالية هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة ورثناها حماراً عن حماراً وهل يصرنا بهذا الحال صرنا بهذا الحال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الإسلام بكله متوقف على أصل واحد هذا الأصل الذي تحدثت عنه آية الغدير الإسلام بكله لا يسمى إسلاماً إذا كان الله ليس راضياً عنه لا يسمى إسلاماً ولذا فإن إسلام المذاهب هو ما هو بإسلام الله هو إسلام الناس إسلام المذهب الطوسي هذا إسلام الطوسي ما هو بإسلام محمد إسلام محمد هو هذا في قرآنهم المفسري بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا في ضراط وخراء مراجع حوزة النجف وكربلاء وفقاً للمذهب الطوسي القذر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه هذا هو الأصل وهذا الأصل له فروع ومن فروعه الصلاة فكيف ذكر الأصل في فرعه يؤدي إلى بطلانه قالكم شنو ثيران أم طاية من يحصنف من يحصنف قد يقول قائل من أنك تلح كثيراً على هذا الموضوع وسأبقى ألح لأن البداية الصحيحة من هنا إذا كان الأساس فاسداً فما يبنى عليه سيكون فاسداً لابد أن نبدأ من الأساس الصحيح إذا كان الأساس سليماً فإن البناء سيكون سليماً وإذا كان الأساس فاسداً خرباً خرئاً فإن البناء سيكون فاسداً خرباً خرئاً هذه هي الحكمة وهذا هو الأصل في تركيزي على هذا المطلب وإنما أخذت هذا من قرآنهم قرآنهم هو الذي يقول لي ورضيت لكم الإسلام ديناً فإنه فإنه يقال له إسلام إذا كان الله يتبناه ويريده لا يقال له إسلام والله لا يتبناه ولا يريده ولا يرضى عنه أي إسلام من هذا هذا إسلام أبي حنيفة هذا إسلام الطوسي هذا إسلام سقيفة بني ساعد هذا إسلام سقيفة بني طوسي إسلام العترة هو هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم منطق تشريعي وتكويني واحد لأن التشريع إنعكاس عن التكوين أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل من الصفحة الثانية بعد الخمسمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن سنان ابن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا نوه ذكرنا بخصوصية ولم يذكرنا هكذا ذكرا عاما ذكرنا بخصوصية كي تتنبه الكائنات والموجودات إلى خصوصيتنا هذا مراده صلوات الله وسلامه عليه إن أول أهل بيت أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا فهل أن الله سبحانه وتعالى قال لمؤذنه الكوني هذا إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فإنك عليك أن تذكرها بنية عدم الجزعية مثل ما يضرط مراجع النجف وكربلا أن الله قال لمؤذنه هكذا هؤلاء يضرطون من أفواههم الناس تضرط من أدبارها ومراجعنا العظام يضرطون من أفواههم هذه هي الحقيقة من الآخر الحمير تضرط من أدبارها لكن مراجع النجف يضرطون من أفواههم في فتواهم هذه في ضلالهم هذا هذا هو أذان الله الصادق يحدثنا عنه فهل أن الله سبحانه وتعالى قال للمؤذن إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فاذكرها بعنوان عدم الجزعية عليك أن تقلد مضارط النجف وكربلا اعتبروا ودققوا وتدبروا في هذه الرواية أنا أقرأ عليكم من الكافي من الكتب الذهب من الكتاب الذهب وهذه الأحاديث أحاديث الذهب وهذا الكلام كلام الذهب هذه معادن الحقيقة أنا أحدثكم من الكافي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأولئك يضرطون من أفواههم عبر المنهج الشافعي المعتزلي الطفسي القذر فاعرفوا قيمة هذه الحقائق لا يفوتكم الوقت ربما لا نلتقي بعد هذا اليوم ربما لا تبقى قناة القمر تبث على الفضاء ربما وربما وربما اعرفوا قيمة هذا الذي تقدمه قناة القمر لكم إن أول أهل بيت نوه الله بعسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى هذا مؤذن الله في كل الوجود أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثان أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثان أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثان حقا هنا لماذا جاءت في الشهادة الثالثة هذه إضافة من إمامنا الصادق لتأكيد الشهادة الثالثة وإلا في أصل الأذان هذه الكلمة يفترض أن لا تكون موجودة مثل ما هي الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أمير المؤمنين لكن الإمام أضاف حقا لتأكيدها في حلقة يوم أمس أبو البشائر بشير النجفي كان يقول من أن النبي لا يستطيع أن يزيد أو أن ينقص في الصلاة هذا من التضريط من باب ضراطهم من أفواههم ها هو الإمام الصادق يزيد في الأذان الإلهي يضيف هذه الكلمة قد تقولون ما هو دليلك على أن الكلمة أضافها الصادق صلوات الله وسلامه عليه الصادق هو الذي حدثنا أقرأ عليكم من الاحتجاج للطبرسي هذا غير الطبرسي الذي ألف مجمع البيان وجوامع البيان التي تسمى بجوامع الجامع جوامع البيان أو يقال لها جوامع الجامع لماذا جامع لأنه جمع بين ما لخصه من كل التفاسير في مجمع البيان وما لخصه من تفسير الكشاف فتسمى بجوامع البيان أو جوامع الجامع فهذا غيره غيره هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة حديث القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل سأقرأ جانبا من الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين هذا هو الأذان نفسه الأذان التكويني ماذا قرأنا هنا إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا في الرواية هنا إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء ما هو بالماء الذي في البحار هذا ماء الوجود الماء الأول ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ويستمر الحديث في كل طبقات المخلوقات إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين هذا فعل مضارع مسبوق بلا من الأمر هو أقوى من كلمة قل فالتقن أقوى من كلمة قل هذا يعرفه أصحاب البلاغة والفصاحة في الأدب العربي الفعل المضارع المسبوق بلا من الأمر يكون أقوى في الدلالة على الأمر وفي الدلالة على الوجوب من صيغة فعل الأمر الأصلية فالتقن أقوى من كلمة قل فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين هذا مكتوب على العرش مكتوب على الماء الأول مكتوب على قوائم الكرسي مكتوب على اللوح مكتوب على جبهة إسرافيل مكتوب على أجنحة جبرائيل مكتوب 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 في كل طبقة من طبقات الوجود ليش بس أذان الشيعة وتحديدا أذان مراجع النجف ما مكتوب بهذا الصيغة ليش ليش لأن طايع حظم لأن هتلية لأن سرسرية لأنهم غدروا ببيعة الغدير لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة لأنهم على المذهب الطوسي الخرئ هذه هي الحقيقة الله لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين قالهم للملائكة هذه الشهادة الثالثة هذه بعنوان عدم الجزئية طيح الله حظكم وحظ الجزئية مالتكم لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين كتبها بلحاظ عدم الجزئية لا السرابيت على هدق كل الوجود بحسب سادة الوجود الشهادة الثالثة تأتي مع الأولى والثانية إلا في الرسائل العملية الذولة الهقطية السرابيت الهتلية العظام بعد العظام بس بالرسائل العملية ما الذولة الهقطية الهتلية الأذان والإقامة بشرط بعدم الجزئية التشهد الوسطي والأخير الصلاة تكون باطلة من طيح الله حظكم يا سرسرين يا مراجعنا العظام منع الوالدين على هدق نذهب إلى فاصل في سورة المعارج أقرأ عليكم من الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد حالة نفسية لا يستطيع الإنسان إذا أراد أن يكون وفياً لعهده أن ينسلخ منها فهو يكون وفياً لعهده في يقضته وحتى في منامه لأنه نام على نية أن يبقى وفياً بهذا العهد فلا يمكن أن ينسلخ العهد منه إذا كان وفياً بعهده والآية تتحدث عن هذا وكذا هي الأمانة أكانت الأمانة مادية أم كانت الأمانة معنوية هذا المعنى اللغوي إذا أردنا أن نذهب إلى تفسيرهم لقرآنهم فإن الأمانات هنا الاعتقاد بإمامة كل إمام من أئمتنا الاعتقاد بكل الإمامات فكل إمامة هي أمانة وأما العهد فهو الأصل ولاية علي العهد هو الأصل ولاية علي وفي زمان كل إمام من عهد ولايته ما أعبر عنه دائماً ببيعة الغديرين بيعة الغديرين غدير عليين وغدير القائم وما بينهما وما بينهما وما بينهما ولاية فاطمة ولاية الحسن ولاية الحسين ولاية أبناء الحسين من السجاد إلى القائم هذا هو المراد من بيعة الغديرين من غدير عليهم إلى غدير مهديهم وما بينهما أئمتنا من فاطمة إلى القائم من آل محمد وأما محمد فهو السيد الأعلى فكل هذا فرع من الأصل الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وبيعة الغدير في الحقيقة كانت لمحمد بايعنا علي بأمر محمد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لا أريد أن أطيل الوقوف عند الآية الكريمة فالذي يكون أمينا محافظا على الأمانة لا بد أن يكون أمينا في يقضته وفي منامه فحينما ينام ينام على نية أن يحافظ على الأمانة التي هي في عهدته هي في رقبته هي في ذمته والذين هم بشهاداتهم قائمون الحكاية هي الحكاية قائمون راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون استمرارية صيغة فاعل والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات جمع وأقل الجمع ثلاثة والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ماذا يقول لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في سيد تفاسير العترة هذا التفسير هذا هو التفسير هذه هي التفاسير وليست كالتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والميزان وتفسير تقن مدرسي تلك تفاسي وليس التفاسير كل واحد كل واحد منها تفسير وليس التفسير التفسير هذا تفسير الإمام العسكري سيد تفاسير العترة الطاهرة الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمائة هذا هو دين العترة ولذلك يرفضون هذا التفسير الخوع ينكره السيستان ينكره محمد باقر الصدر ينكره بشير النجف ينكره ينكرون هذا التفسير ينكرونه بأجمعه لا يريدونه قلة قليلة منهم يقبلون بعض ما جاء في هذا التفسير العتاوية الكبار العتاوية الكبار كلهم يرفضون هذا التفسير أي عتو شبيرة عرفة منهم فاعلم هو ينكر هذا التفسير ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في معنى إقامة الصلاة في معنى إقامة الصلاة يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقام الصلاة بحدودها أقام الصلاة بحدودها هي هذه الحدود التي يقولون عنها توقيفية أقام الصلاة بحدودها مثل ما هم يعلموننا أقام الصلاة بحدودها وعلمه وعلمه هذه حدود الصلاة وعلمه وعلمه أن أكبر حدودها الدخول فيها الدخول في الصلاة لفظاً لفظاً ومعنى والخروج منها معترفاً اعتراف الاعتراف يكون باللسان معترفاً بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار فذكره يكون بعد ذكر النبي هذا كلامه هذا كلامه هذا هو الذي يفسر لنا هذه الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه إقامة الصلاة والمحافظة عليها أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها هذا هو الذي أقوله لكم من أنكم حين تذكرون الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير بهذه النية من أنها هي الأساس في قبول الصلاة وفي طهارتها هذا هو منطقهم أنا تعلمته منهم أنا تعلمته من دينه من دين العترة الطاهرة ما أقوله لكم تعلمته منهم إنني كفرت بالمذهب الطوسي كنت على المذهب الطوسي مثلما كان أجدادي وآبائي كنا جميعا على المذهب الطوسي أنا عرفت الحقيقة وكفرت بالمذهب الطوسي وكفرت بمضاريطه في النجف وكربلاء الذين يقال لهم المراجع العظام مضاريط المذهب الطوسي كفرت بهم من أولهم إلى آخرهم لأنهم يعادون دين العترة الطاهرة انتظرت عقودا أتأمل أن يعودوا إلى الرشاد وأقول ربما يهتدون ولكن حتى بعد أن عرفوا الحقيقة يصرون على ضلالهم الطوسي الخرق أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها ما هو أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها الدخول لفظيا ومعنويا وفعليا وجسديا والخروج منها كذلك الدخول فيها والخروج منها معترفا في داخل الصلاة والصلاة تبدأ من التحريم وتنتهي بالتسليم من التحريم من تكبيرة الإحرام الأذان ما هو من الصلاة والإقامة ما هي من الصلاة من المقدمات المندوبة الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم هذه القاعدة الفقهية الفتوائية من حديث العترة وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفا الاعتراف يكون باللافظ وليس في القلب اعتراف معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين هذه ألفاظ بيعة الغدير اللهم والي من والا وهكذا سلموا عليه وبايعوه من أنه أميرهم من أنه أمير المؤمنين الموالات له هو ولي الله هو أمير المؤمنين وعلم أن أكبر حدودها أن أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر الرواية الشريفة هل قال إمامنا الحسن العسكري بأننا نقول ذلك بعنوان القربة المطلقة بعنوان عدم الجزئية ألا لعنة على فقه يا أيها الطوسيون ألا لعنة على منهجكم ألا لعنة على رسائلكم العملية النجسة ألا لعنة على مذهبكم هذا هو ديننا ديننا لا نأخذه منكم يا أيها المضاريط نأخذه من العترة الطاهرة وهذه نصوص وقواعد وفتاوى دين العترة الطاهرة دققوا النظر في الرواية وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا ما هو المكان المناسب الذي يعترف فيه المصلي بفضل محمد وموالاة علي هو التجاهد التجاهد الوسطي والأخير ما هي القضية واضحة واضحة إحنا شنسوي تورنا على آدم ينتفاهم ويا ما لقيهنه جاي ندور على مطي يهم ما لقيهنه حسنا ما ندري ويا ما نتفاهم جاي ندور لنا على مطي ما جاي نلقى نمطي نتفاهم يا المكان المناسب للاعتراف باللسان بفضل محمد وموالاة علي في الصلاة بعد أن دخلنا فيها بعد تكبيرة الإحرام أين في أي مكان المكان المكان المناسب هو في التشهد الوسط والأخير لأنه يجتمل على الشهادة الأولى والثانية وكذلك تأتي الشهادة الثالثة بشكل طبيعي جدا مثل ما هو موجود في نصوص واضحة وردت عنهم صلوات الله عليه مضارط النجف وكربلاء يضعفون أسانيدها فليذهب إلى الجعيم بضراطهم وأسانيدهم وعلم قنادرهم علم رجالهم فليذهب إلى الجعيم هذه حقائق دين العترة الطاهرة ألا لحنة على المذهب الطوسي النجس الحقير وماذا بعد ماذا يقول لنا رسول الله رسول الله هو الذي يحدثنا يحدثنا بحديث طويل عن صلاتنا وتفاصيلها إمامنا العسكري يخبرنا عن النبي الأعظم ونبينا الأعظم هو الذي يخبرنا عن صلاتنا أنني أقرأ عليكم من صفحة أربعمية وسبعة وتسعين الحديث يبدأ في صفحة أربعمية وخمسة وتسعين رقم الحديث ثلاثمية وتسعة عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ الحديث من تفاصيل الوضوء إلى تفاصيل الصلاة أنا سأذهب إلى ما ذكره رسول الله في تفاصيل الصلاة بخصوص التشهد والتسليم النبي الأعظم يقول حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني يعني التشهد الوسط والأخير حتى إذا قعد بعد السجدتين حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد وقعد يثني علي لا إله إلا الله ويصلي على محمد نبي ذكر محمد يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد النبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلي على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته في التشهد الأول والثاني قال الله له لأصلي عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الحلقة انتهى تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الجزء الأول من الحلقة كان في هراء وخراء المذهب الطوسي الجزء الثاني من الحلقة كان في أحاديث الكرامة وطهارة من دين العترة الطاهرة قارنوا بين المذهب الطوسي وبين دين العترة الطاهرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في عمال الله